فرقة المصريين كلنا نعلم أنه اتبنت على هاني شنودة بس كان في مرحلة سابقة كان في مشروع سابق بعنوان المصريين مع نفس المنتج اه ايه معلوماتك في الحتة دي المعلوماتي اللي أنا عشتها وعصرتها أن أنا لما جابني الأستاذ عاطف المنتصر وقال لي رح واخدني من إيدي وانداني خمسة فيلا علي إسماعيل في خمسة شارع المساحة في الدق في الدق دي اللي بقى بعد كده استوديو عمار الشريعي آه اللي بعد كده عمار الشريعي اشترى هذا المكاني أنا وكيانه عمل استوديو بتاعه كمين كان اعيش شراك بقى أولاد المرحوم الله الرحيمه علي إسماعيل آه الملحن والموجع الموسيقى العبقري جينا قعدنا أقول له بقى بص يا مصطفى الله الرحيمه علي إسماعيل ده ملحن هاي العمل شغل الطول والقوله الحرية مثلا آه الحمد من يوم صحيح اه المصطفى فهو مبصل بي يا مصطفى قوي ويقول لأنها لقرت لشات حيات وحسين وكانت شجون هي أختهم التالتة كانت هي المرشحة لبطولة الفرقة مصطفى وحسين وشجون دول أولاد علي اسماعيل ونبيلة أنديل الشاعر نبيلة أنديل فعملنا شات أغالي حلوة قوي وكان مصطفى داي كان عنده أفكار حلوة وكان بيغزيني بالأفكار ده أنا أكتبها سجائي على أصغرها والدنيا جميلة وفي حالة إبهار وسعادة وفجأة لقيت الدنيا أنا اختفت فجأة سفرتي جد روحت جامعة وجيت لقيت الدنيا غيارت خالص إيه جدا عاد قال لك ما عالش يحلس ابناها لأنه هو كان تقريبا عائلة علي اسماعيل الله رحمه هي عايزة تهيمن على القصة وضهم طلبات واختلفوا هما ماديا اختلفوا مع عاطف منتصر اللي هو كان صاحب شركة أعتقد كتسوط الحب اي مزاك مش كده؟ اي مزاك هو رهاني شتودة ومحمد شيك أنا موجديه أصلا بس كان حيبقوا من ضمن الفريق فلما استبعد لما دول خلاص طلاحوا كمل بقى هاني شتودة ومحمد الشيخ ايه وبعدين كمل هاني شتودة محمد الشيخ لأسباب صحية وغيره وهاني شتودة هو لأنه كان الملحن والموزع والمفكر الحقيقة كمان لا 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 لحد غلالتي أنا بعتبر قدوتي في التفكير اه طبعا يعني ربنا يدي له الصحة الفنان العظيم جدا حبيبنا وحبيب الكل طبعا اللي ما يعرفوش بيحبو بس اللي يعرفوه بيكتسبو يعني بعد إنسان جميل جدا هو يعلم علينا كلنا يعني ما فيش حد التصق أو قرب من هاني شتودة صحيح إلا والتفكير يتغير بشكل إيجابي جدا ومنطقة جدا صحيح المهم دخلنا بعد كده في مرحلة إنهاء الفرق خلاص روحت يعني بس هي أفرخت لنا أصوات الفرق يعني بتالي بقى عمر فتحي يخرب فرق عشاني يبقى مطرب لوحده اشتغلت إنت مع عمر فتح اه اشتغلت أول ألبوم كان اسمه على قلبي الألبوم ده بالتالي عامل أغنية اسمها ألفي غيري يتمن قربك اي وأغنية تالي اسمها راجع وشار شلطتي أغنيتين وكان معي كنت أنا معها مش حول ما معي كان صراحة شهين عامل أغنيتين اعتقد وسبيل محبوب بتاع الصافيلي مرة ليه أغنية ومجد مجيب كان ليه أغنية يا سلام والسي سيد الصلاة والله إن شاء الله دي وصف شاندويلي ايو